من جديد أهلا بكم أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية إن مقرات للجيش العراقي تعرضت اليوم لهجوم شنه داعش في منطقتين دولية وجزيرة جبا غرب الرمادي وعدت الاشتباكات إلى مقتل العديد من مسلحية تنظيم أعلن ممثل المرجعية العليا في العراق السيد أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة بكربلاء توقف المرجعية عن إبداء مواقفها من الأحداث الجارية أسبوعيا بشكل مؤقت مشيرا إلى أن المواقف سترتبط بتطور الأحداث كان دأبنا في كل جمعة أن نقرأ في الخطبة الثانية نصا مكتوبة يمثل رؤى وأنظار المرجعية الدينية العليا في الشأن العراقي ولكن قد تقرر أن لا يكون ذلك أسبوعيا في الوقت الحاضر بل حسب ما يستجد من الأمور وتقتضيه المناسبات ميدانيا تواصل القوات المشتركة عمليات تحرير مناظق شرقية الرمادي في الأنبار حيث وصل جهاز مكافحة الإرهاب إلى وسط منطقة السجارية التي تعد آخر مراكز تنظيم داعي وأسفرت المعارك العنيفة عن مقتل عشرات المسلحين فيما تم تفكيك أكثر من مائتي عبوة ناسفة زرعها عناصر التنظيم في محاولة منهم لعرقل التقدم القوات الأمنية جهة خطاعاتنا باتجاه منطقة السجارية التي تعتبر هي آخر معاقل داعش وتعتبر قلعة حصينة إلى حاليا نحن نتواجد منتصف منطقة السجارية إن شاء الله والتقدم إن شاء الله مستمر خلال عملة التقدم تم قتل أكثر من 37 إرهابي بالإضافة إلى تدمير عجلتين مفخخة وخلال عمل التقدم كذلك تم رفع أكثر من 225 عبوة إلى ذلك صدت القوات الأمنية هجوما معاكسا للمسلحين في منطقة الثرثار وأشارت إلى فشل جميع محاولات داعش للسيطرة على المنطقة الاستراتيجية التي يوجد بها سدة الثرثار المائي يأتي هذا فيما أحبطت القوات المشتركة بإسناد جوي هجوما لداعش على حق العلاس النفطي شمار صلاح الدين ترجمة نانسي قنقر